السلام عليكم يا حباب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم اليوم في قناتي قناة يومية نينا في فيديو جديد وفلوغ كالعادة رح نكمل مع بعض الجولة اللي كنا بديناها في الجنوب الشرقي للجزائر وجولتنا اللي رانا ده بغلا ولاية اللي رانا لاحقين لها هي ولاية بسكرة لبنت شوفوا هاد المناظر ديفوة تلقاوه تلقاوه يعني التربة في بسكرة مخلطة مخلطة بين الرملة وبين شوية ترب يعني عادي شوفوا سبحان الله في وسط الرملة تلقاوه جبل في هالحجر يعني سبحان الخالق سبحان الله يعني ليصور هاد الاماكن الرائعة سبحانه وتعالى اليوم ديت نكمل لكم وقت لكم الجولة تاعنا شوفتوا معي على فيديو تاع الوتيل اللي كنت حقبت فيه السيجوغ كنت جوز تلتيين في بسكرة طوان نويته اليوم كنت جوزتهم في فندق في سيرا أي فندق في سيرا يعني أنا لحسب رأيي هو من أحسن الفنادق بولاية بسكرة لحقنا لحشية وكينا بزيف هاد الوتيل اللي لقيتهم كمبلي بسكرة في العضلات عشتها كين بزيف اللي لقيتهم كمبلي وكين المعجبونيش دونك ما قدرناش نقعدوا فيهم مساعدوناش من بعد ما كملنا يعني حطينا الباقاج تاعنا ووصالينا روحنا حمامنا نروحوا نتعشها والويجها كانت لدرجة دي نعم غسطوران درجة دي للمأكولات التقليدية مش بعيد بزاف على فندق فسيرة دونك تديرو هاللي حبي يروح يزورو تكتبوا في جوجل ماب يخرج لكم هاد الغسطوران الهاي لكونا سقصينا بزاف يعني وناس المنطقة يعني ناس بكري وش يقول لك يقول لك البلاد اللي ما تعرفاش تدخلها بناسها دونك سقصينا اهل المنطقة وهما كانوا شاروا علينا وقالوا ناب اللي يودي هادا احسن احسن مطعم وكما كان الحال عجبنا بزاف المكلادي ديالو رح ندخل معاكم لهنا نين كاميري لكم مبراك في شدائر رح ندخل معاكم بتشوفوا لديكو الحق كنا رحنا يعني فوقت متأخر بري ما كان وقت متأخر وكان عشان مستعليل ما كما رحكم تشوفوا لغاشي لي طاب الماكيش دونك هادي لا ديكوراشن الداخل كفاش مديكونين لغاستوران هادا بزاف هايل و بزاف برابر الحاجة اللي عاجبتني فالولايات تالجنوب الشرقي الجزائري يبري جزائري برابر للشامل بزاف رازنابل تالجنوب المكلاف في الرسطوران ديالو كيهن اون فاريتي مام المكلاه عندهم ليبارك نضيفها و تحسوها جو في المازن ما تحسوش اللوح كومكو في رسطوران وتاكلو تحسو اللوح كومكو في الدار تاكلو هذه هي الطابلة التي نحن رياحنا فيها كما راكم تشوفوا شاك طابل و لا ديكو ديالها الغستوران هذا بزاف هايل ننصحكم به ننصحكم جميعه يعني وتلمع جبني بزاف راني لهنا كاميريت لكم المينو بزاف فاقي بوزل وفلي سالات يعني فيه كل شكسره وحميس ججم حمر الحم حمر طعام يعني كل حاجة كل شخشوخة يعني بيضا اعطينا هاتشخشوخة اعطينا كسره اوه ما عندهمش الخبز ياخد مها كسره اعطينا الحميس اعطينا بزاف هايله الحاجة اللي رماركي تهاتين رماركوها معي كعندهم بزاف انواع شخشوخة يجب أن يكون لديك شخشو خمسلية و بوسعادية و بسكرية لذلك يجب أنواع الشخشو خبس يجب أن ترى كل واحدة فيهم كيفية مخدومة و كل واحدة فيهم البنادية لها تقولون انظروا باكلتو نفس الطبق لذلك نحن لم يكن منا العشاة دينا دخلنا الفندق لدينا في الريسابتشان شوي جاري نحن استحلينا و طلعنا العشامب بعد ما كنا وصينا هم يعني نقلنا العشامب لأبارتوهما دابا و الحق فريمان دهالله هاد الفندق قد تلكم أنو بغاتي ما رحش تندم عليه مام لي بغيتاويو ساوة عزانابل لذلك دخلوا معي ندخلكم و تشوفوا بعينيكم كل حاجة في بلاستها كل حاجة في مضربها يعطيهم الصحة فريمان يعطيهم الصحة اللي هنا كنا طلعنا حبيت نديلكم دورة باش تشوفوا يعني تشوفوا يعني لليوم الثاني كيفاش نقاونا لأبارتمن كيفاش بدلونا لسيربيت يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة كيفاش نقاونا بلاستيك فريمان عيانة الفيديو ديالنا لحقت للنهاية مع لي غير مقلكم تهلا في روحكم الى المتاقة بإذن الله